السلام عليكم ايه كل سنة وانتوا طيبين نبدأ مع بعض اول وصفة من وصفات العيد هنعمل كوكس بالشوكولاتة بجد من حلوته خلص في يومين مش قادر اقول لكم ما استدناش حتى نبدأ بقى كده باسم الله اول حاجة معي 150 جرام سكر بودرة دمطحون احنا بنعيره قبل ما نطحن وولا ما بيتتحن بيزيد 150 جرام سكر ده يعني كوباية الى ربع بس وولا ما بيتتحن بيزيد كده ومعي 175 جرام زبدة الزبدة تكون زايحة يعني سايحة او بدرجة حرارة الغرفة هتتطلعها تفك قبل ما تبدأ حطيت بقى السكر بودرة في الطبق وهنزل عليه بالزبدة وهنضربه مع بعض كويس ممكن تضربه بمضرب يدوي على ايدك عايزة او تضربه لو عندك مضرب كهربائي تضربه بمضرب كهربائي فلاص وهو باليد برضو هيشتغل ويبقى حلو جدا معيك لو ما عندكش المضرب الكهربائي نضربه كده الحده من النعم السكر مع الزبدة وبعد كده هنزل عليهم ببضايا خلاص هنضرب برضو البضايا نحط لها كمان رشة فانيليا نحط لها كيس فانيليا هو مكوناته بسيطة و سهلة جدا وبيطلع معيك حلو قوي كمان هنضرب 70 ميلي من الزيت انا عايرتهم بالشكل كده وحطيت ربعة معلقة من النسكافي وحطيت نصف فنجان من اللبن ممكن تحطي لبن بودرة النسكافي انا حطيته بس عشان يعزز تعم الكاكاو لو مش حابة تحطي ما تحطيش نضرب بقى كل المكونات الثالة زيما بعد تاني يبقى حطيت زيت وحطيت بضايا وحطيت لبن لو مش حابة تحطي نسكافي ما تحطيش هنحط بقى زيق معانا 330 جرم من الزيق يعني قد كوباية ونصف هننخله طبعا كويس ننخل زيق وننخل الكاكاو وننخل البيكينج بودر اي حاجة يعني اي مكونات جافة بننخلها حطيت اول الكوباية الثيق وهدربها كده كويس بالمضرب وبعد كده هحط نصد كوباية الثيق الثانية ما تحطيش كمية الثيق كلها وتضربي لأنها يبقى الخليط ثقيل على المضرب بتاعك خلاص احنا بنحط بس اول كوباية ننخل بالخليط ونصد ثانية نقلب بقى بقيدينه عشان المكونات كده هتبقى ثقيلة على المضرب عشان بس ميبصش منك خلاص هندرب czy اول كوباية دي كده كويس من نعمها وبعد كده هضيف نص كوباية الزيق التانية واحط ربع بس معلقة من البيكنج باطر ما تكتريش واحط 30 جرام من الكاكاو 30 جرام ده اللي هو 3 معالق خلاص وننخل الكاكاو كويس لان الكاكاو ببقى مكتل قوي عشان مجرون بزعتك تبقى نعمة معاك خلاص ننخل كل حاجة كويس هنقلب بقى المرحلة دي هلقدينا عشان زي ما قلت لكم الخليط هيبقى تقيل على المضرب وممكن المضرب بيتحرق معاك خلاص شايفين الخليط بقى سايح معاك كده هو محتاج دقيق هزود له معلقتين دقيق كبار ونقلب ونشوف هيحتاج تاني ولا ايه لان طبعا الزيق بيختلف لامتصاص ستويل فانت تشوف كده انت شايفها سايح من على المعلقة خلاص تزود دقيق لو لقيتين يشوفه قوي زيادة عن اللزوم ممكن تضيفي معلقة لبن خلاص نقلب بقى لحدا ما الزيق ما يختفي بصوا بقى القوام دلوقتي خلاص القوام تقل وما بيقعش من على المعلقة بس برضو ما تفضلش تزود زيادة عن اللزوم عشان ما ينشوفش منك بيبقى مش حلف نقطع بقى الشوكولاتة بتاعتنا انا باستخدم شوكولاتة دريب انا جايب بقى الشوكولاتة دارك في منها بالحليب لو حبين وفي بقى شوكولاتة سماء حابة تحطي شوكولاتة اللي هي بتتباعها سايب بقى حطي اللي انت حبايا زي بتكون بدرجة حرارة الغرفة تقطعيها بقى باستكينها مكعبات كده صغرنونا على قد الكوكيز خلاص تحاولي تقطعيها مكعبات تكون مناسبة شايفين بالحجم ده وبس وزي ما قلتلكوا لو يعني مش حابين تقطعه كده بقدش تشتروا شوكولاتة جاهز ده لال شبس نجب بقى الصواني بتاعتنا مش بندهنها اي حاجة لان الكوكيز اصلا فيه زبدة فهو مش هيلزة نعمل بقى تعملي حاج مواسط ما تكبرهاش والفرن بيسخن دلوقتي وانا بشكل الكوكيز بتاعي الفرن بيكون على درجة حرارة متين بيقعد بس ربع ساعة ومن تحت بس متشغلش من فوق نعمل بقى الكمية بتاعتنا عملت معي صانيتين خلاص هنحط بقى الشوكولاتة بتاعتنا بتحط على كل واحد كده واحدايتين او تلاتة من الشوكولاتة الفتافة اللي بتاعدي ضروري تشيريها عشان ما تتحروقش منك وتشيت في الصينية خلاص تحطي بقى شوكولاتة كتاعتين تلاتة كده في كل واحدة مش قدر اقولكو طعمه كان طحفة طعمه حلو قوي لدرجة ان هو خلص من قبل لعد ما ييجي يعني هو في يومين كانوا خلاصوه انت اصلا لو جربتي طريقة هتعجبك قوي بتعمو هيعجبك هتعمليه في الايام العادية من غير عيد ولا اي حاجة هيتلبوه منك كل شوية دخلتوا بقى الفرن هيقعد معي من ربع ساعة لتلت ساعة على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك وما اتطلعوش من الصينية غير لما ايه ده خالص على قل يكون دافي عشان ما يتكسرش منك ويبوز لازم تسبيه يبرد لانه بيبقى طالع بيبقى طري خالص يعني بيبقى لسه مش متماسك فممكن يبوز منك خلاص هنرسسه بقى في الطبق بتاعنا مجد طحفة وحلو قوي دي بقى كتاول وصفة معينا لسه ان شاء الله هنكمل بقى الوصفات كل يوم هنعمل حاجة من حاجة العيد قولولي بقى انتوا بدقتوا تعملوا بحاجة العيد ولا لسته خلاص دي كده يعني الكوكيز بتاعنا طبعا لسته فيه في الصينية التانية هقولكم بقى لو حبين تحفظوه هتحفظوه زدائي بصوا بقى الجمال بتاعه مع كوباية شاي او فنجان قهوة بجد طحفة وطعم الشوكولاتة الدارك حلو قوي لو مش بتحبوا الحاجة المسكرة قوي ده هيبقى حلو قوي معاكم حب تستخدمي شوكولاتة بالحليب استخدمي شوكولاتة بالحليب هقولكم بقى تحفظوه ازاي هتجيب اي علبة تكون نظيفة وتكون بغطة تكون بتتقافل يعني هنرصص فيها الكوكيز بتاعنا وطبعا ما ترصصوش وهو سخن لازم يبرد لان لو هو لسه سخن الشوكولاتة هتكون دافية وصايحة وهتلاحوس الدنيا وهيلزق في بعضه مش هيبقى حلو خالص فالسبيل حتى ما يبرد خالص ترصصي بقى كده في العلبة بتاعتك وتروح يقفلها يقعد بقى معاكي بالاسبوع ولا هيجرى له اي حاجة وممكن يقعد بالعشر سيام كبان مش هيجرى له اي حاجة شايفين بقى الجمال ما تنسوش تجربوا الطريقة وتقولوا لي رأيكم فيها وتقولوا لي جربتوها ولا لأ وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش وتعملوا لي لايك لو الفيديو عجبك ما تحشوني اول حد الفيديو الجاي باي باي